بلاد الخير أوطاني وفيها الله أحياني أحبك مصر من قلبي ومن روحي ووجداني حماك الله يا بلدي وأعلى شأن أوطاني وتحيا مصر مشرقة وتبقى مصر عنواني الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين على محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فلازلت في خضم السلسلة الطيبة المباركة والتي تحت عنوان فضل مصر وهذه حلقة خاصة بإذن الله جل وعلا من تلك السلسلة لكن حينما أقول خاصة فإن فيها الخير وفيها من الخير الكثير بإذن الله رب العالمين بمعنى أنني سأورد ذكرا لمصريين كانوا أشرارا كانوا أشرارا وتحولوا إلى أبرار كانوا أشرارا وتحولوا إلى أبرار وفي ذلك دعوة لكل شاذ مصري ولكل عربيد يعيث في الأرض فسادا في أهل مصر ولكل فاسد ولكل مجرم هذه الدعوة حتى يتوب إلى الله جل وعلا ولذلك نقول للقاصي وللداني إنا نعرض تاريخنا ونبين للأولين وللآخرين أن من أهل مصر من كان على الشقاوة ثم تاب إلى الله جل وعلا وكان من أهل الخير والسعادة يعني حتى من سجلهم التاريخ في البداية على أنهم من الفجار أبا الله جل وعلا إلا أن يجعلهم من الأطهار انظروا إلى فضل الوطني وإلى الخير في المواطنين هذه لمحة عجيبة أكررها إني لا أجري على السطور لكني أركز فيما بين السطور ولذلك أقول أيضا هي دعوة لمن كان فاسلا بأرض مصر لمن كان على الخلق غير القويم لمن تدنت همته من المصر الجين أن يتعلم من التاريخ وأن يعوده إلى الله رب العالمين فإن الوطن لا عصمة له أي لأهله على الإطلاق وإن المصريين منهم الأطهار ومنهم بدون ذلك منهم الشرفاء ومنهم بدون ذلك لكن السواد الأعظمة من المصريين على الخير والحمد لله ونقول للقلح كما أثبت التاريخ أن أجدادكم لما كانوا على غير الصراط المستقيم تابوا وعادوا إلى رب العالمين ولذلك هي دعوة بإذن الله جل وعلا ربما يقول القائل الآن وتقول المشاهدة الآن عن من تتكلم عن من تتكلم أقول أنني أتحدث عن مجموعة من المصريين اجتمعت على الشر والفساد وعلى الشيطنة والججل والكهانة وعلى تذويب الحق وعلى التضليل لكن آمنوا في النهاية وكانوا جميعا من الموحدين من البررة من الأطهار إن شاء الواحد الغفار إنني أتحدث عن سحرة فرعون وقد جاء ذكرهم أيضا في القرآن الكريم وجاء في سنة النبي الأمين وعلى ذلك تواطرت الحكايات والروايات كذا جاء بهم التاريخ إنني حينما أتحدث عن سحرة فرعون فإن اللفظة في البداية تومي إلى الغضاضح وإلى الامتعاض والكراهية سحرة والسحر هو عبارة عن كل ما دق ولطف وخفية ولذلك يقال هذا سحر أي هذا شيء من ضرب اللطف والخفاء والدقة والسحر ليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر أي يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر أي فلا تتعلم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إلى آخر الآيات فالسحر موجود ثابت بدلالة الكتاب ودلالة صحيح السنة وبإجماع سلف الأمة والسحر قلت هو أنواع من قال إنها سبعة لم يدخل النميمة في ذلك ومن قال أن أنواع السحر ثمانية أدخل النميمة في ذلك قال ابن كثير لأن النمامة يفعل ما لا يفعله الساحر بمعنى أن النمامة يصحر الآذان يروح لدي بيقولوا عليكم بيقولوا عليكم بيقولوا في زوجتك بيقولوا في أولادك ويروح لدي بيقولوا علامك بيقولوا علاختك بيقولوا علاختك بيقولوا علاكتك قال شطعن شطعن ولأن النمامة يفعل في الساعة ما لا يفعله الساحر في سنة النمامة يوقع التنفي بعض في ساعة ويخلي الدماء تسيل الساحر في سنة عما بإذن الله طبعا يقدر يتسبب في ضرر الإنسان ولذلك كانت النقطة الثامنة هي هذه والسحر قلت أنواع مثلا سحر الكذابين والكشدنيين وهم الذين أبعث فيهم سيولنا الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم هم الذين كانوا يعبرون الفلك السبع الدوارة ظن منهم أنها تقيموا العالم وأنها تقعدوا وأنها كت إلى آخر وأنها التي تأتي بالخير إلى آخر هذه الأمور وأيضا سحر باستعمال الجن الأرضي أي من خلال استعمال الجن وهناك سحر باستعمال السيميا الكيميا وما شبه ذلك وهناك سحر التخيل نعم كان سيدة موسى جوندركيه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم تخيل وهناك سحر عجيب هيمنة الروح القوية على الروح الضعيف إلى آخر ما ذكروا خلاص المسألة دول مجموعة من السحر والسحر اللي كان موجود عند المصريين أي عند سحرة المصريين سحر تخيل حتى أن بعض المفسرين قالوا لما جاءوا بالحبال والعصي وضعوا فيها الزئبق حتى إذا رميت العصى أو رمي الحبل تحت شعاع الشمس ظار الناس كأنه يتلوى ويمشي وفي الحقيقة لا يتلوى ولا يمشي بل إن الزئبق بداخله هذا كلام يعني كان فيه شيء إلا أني أظنه بعيدا لأن ربنا بنقول فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ما قالش بسحر فقط صحيح من حيث موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يعني هي في الحقيقة لا تسعى فلسم سحر التخيل أو التخيل طب المهم أن فرعون لما علت دعوة موسى وارتفعت في الأرض المصرية أهو بتكلم عن الأرض المصري على الطراب الوطني تحدث عن وطن عن ملحمة دارت في بلادنا لما حالت دعوة موسى صلى الله عليه وسلم وأراد فرعون أن يتربص بها ووقف لها بالمرصاد بعدتي وعتادي وحدي وحديدي وبكل ما أوتي إلا أنه فشل لذلك في النهاية اتغم موسى بالسحر لأن موسى لما ألقى عصاه تحولت العصى إلى ثعبان وأن ألقي عصاك أيضاً يد موسى التي تتحول إلى بيضاء من غير مرض ولا ابتلاء هي أيضاً آية وإن النظر في سورة طاها وفي الأنبياء وفي غير ذلك يرى الكثير والكثير المهم أني أريد أن أخذ بك إلى مناطي بعض الآيات هذه الآيات توضح لك بعض الدلالات يعني سيدنا موسى في أرض مصر لما ناظر فرعون وأفحمه ومن الله عليه بأن كلمه نعم وكلم الله موسى تكليما دار الحوار انظرنا عن عليك إنك بالوادي المقدس طوع وأنا اخترتك فاستمع لما يوح إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة تأتيتنا كان يخفيها لتجزى كل نفس ما تسعى فلا يصدنك عنها ما لا يؤمن بها واتبعواه فترد وما تلك بيمينك يموس قال هي عصاي أتوكى عليها وأوش بها على غانمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى فألقاه فإذا هي حية تسعى قال أخذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وابمرك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون طيب في غير ذلك من الآيات طيب هو اتهم موسى بأنه ساحر ماذا يصنع ما كان منه بعد مشاورة ندمائه وأقرانه ووزرائه وأشرف مصر إلا أن أشاروا عليه بأن يجمع السحرة من كل فج ومن كل صوت وأن يأمر المنادين في المدائن حتى يأتي السحرة من كل اتجاه وأن يحضر الشعب المصري من القرى والأودية والشعاب حتى يرى ما يجري خلاص حد إلى الأمر مناظرة بين موسى وبين السحرة ووعد فرعون السحرة بالجوائز وبالتقرب لديه إنهم فازوا على موسى حجد اليوم وحجد المكان موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى الزمان والمكان خلاص اجتمع السحرة من كل فج ووقف موسى وحده في مواجهة السحرة بالإجماع قلت على أرض مصر على الطراب المصري وإن فرعون جالس على كرسيه وعن حواليه أي عن يمينه وشماله على قراءة والندمة والوزر والحاشية وأما أهل مصر فقد اجتمعوا من كل فج وصوب يشاهدون ولذلك خير السحرة موسى بأن يلقي وبأن يكونهم الأول في ذلك حينئذ موسى قال قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيلوا إليهم من سحرهم أنها تسعى طيب هم ريموا خلاص المصرون بينظروا ايه سعبين ايه الحيات ملأة الواجي الكبير مليان فأوجس في نفسه خيفة موسى في الموطن الثاني من الآيات اه واحد لك خايف لا مش كده خاف على الناس من فتنتهم ومن دمارهم ومن فساد معتقدهم وبأن يتحولوا إلى هؤلاء ولذلك ولذلك ربنا خاطب موسى قلنا لا تخف في الموطن الثاني إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ما كان من موسى صلى الله عليه وسلم إلا أن ألقى عصاح فهذه هي ثعبان ثعبان إيه ده مبين كبير واضح الله مش بها مثل آخرين يخيل لا ثعبان حقيقي ثعبان كبير بعضهم يقول تنين إلى خير هذه أقول ما احترامي لا أعرف على ثعبان ضخم زي ما القرآن قال ثعبان وبعدين يمشي وكان يسمع لبطنه صوت وهو يحتكه بالحصى والأرض يعني هو قاعد يصحف كده الناس سمع الصوت بتاع بطن ثعبان الضخم وهو قاعد يحتكه يجري كده على الأرض يجري ابتلع كل هذه الحيات والأفاعي يعني ابتلع العصي والحبال فلم يبق منها واحدة يعني عصى موسى تنمت بقى الثعبان الثعبان شوفوا بقى أكثر كم ساحر عدد السحرة كان قيل 13 ألف وقيل 12 ألف وقيل 70 ألف وقيل 19 ألف خلوهم 13 ألف خلينا في أقل أعداد في 12 ألف تخيل لو 12 ألف عصايا وحبل على الأرض 12 ألف وتيجي لمواخزة عصايا واحدة تنمت تبقى ثعبان تبتلع الـ 12 ألف ونبقى شفى أثر على الإطلاق السحرة ضجوا شوف هنا أنا عايز أنظر لموطن الخير وفي إنسان ما فيش خير غطى قلبه الرعا وباقى بالبواري والخسران أو خطم الله وعلى القلوبين وعلى سمعين وعلى بصري مغشاو خلاص رايح إنما في إنسان متى أقيم الحق عنده أقلع ورجع ومتى أقيمت الحجة عليه تاب وعاد دول بقى المصريون إيه اللي حصل دول سحرة يعني أشرار لما وجدوا ذلك قالوا لكبيرهم وكان أعمى رئيس سحرة كان أعمى الأمر انتهت قالوا في إيه قالوا لعاصة موسى ابتلعت يعني ما رميناه قالهم الله بلعت الجميع قالوا ماذا قال موسى وهو يرمي قالوا قال بسم الله قال إيه بسم الله قال آمنت بالله آمنت بالله لا أدم السحر ولا شغل شياطين ولا شغل شعبذة ولا شغل ججل ولا شغل كهانة لا دي آية من آيات الله موسى على الحق فأعلن الإيمان فأعلنوا جميعا شوف هنا المرء يخطئ لا ضير لكن العارة في أن يصر على الخطأ المرء يعصي لكن من العار أن يصر على العصيان أما إذا وجد الخير فيه فإنما يكون بالإقلاع والتوبة والرجوع والندم والعودة وأنذا ما جرى للمصريين الشرفاء من أهل مصر من السحرة كانوا على شر كانوا على باطل كانوا على المعاصر كانوا على الآثام لكن بمرجرد وقوع الحق أمامهم تابوا إلى الله الرحيم الرحمن تابوا بالإجماع مش بقول واحد شذ بالإجماع هددهم فرعون تعال بقى شوف الاختبار أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صادقوا وليعلمن الكاذبين أهو تعالف موطن الاختبار واجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصير لتبلون لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا الشاهد وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقصين الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم الله أكبر إلى آخر الآيات إذن يأتي الاختبار يأتي الامتحان وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بهنا الثبت ثبتوا بالإجماع هددهم فرعون بقطع الأطراف لا ضير قطع الأرجل لا ضير قطع اليدين لا ضير الصيب لا ضير ليه إحنا كلنا راجعين ليه ربنا كله ميت كل من عليها فان قطع أموت النهار أموت بكرة ما أموتش بكرة أموتش شعر ما كانش السنة جاية كله ميت كله نفس ذائقة الموت ثبتوا وابتلوا وصبروا وصمدوا فلقوا الله على ذلك فتحولوا من فجار إلى أبرار تحولوا من أشرار إلى أطهار تحولوا من عصاه إلى طائعين تحولوا من سحر مجرمين إلى ربانيين ولذلك هذا هو الذي يرجى من أبناء مصر الذين ربما يتغلبوا الشيطان عليهم للحظات لفترات لبعض الوقت إلى أن الخير فيهم لأن البيئة بيئة إيمانية ولأن الجو جو إيماني ولأن تراب الوطني إنه تراب طاهر ولذلك فإن أرض الكنانة بإذن الله جل وعلا لا تقبل الخبث طويلة لذلك في نهاية مطاف ذكر هؤلاء أقول لكل من ضل ولكل من شذ ولكل من انحرف ولكل من ألحد ولكل من حارب إلى أغل هذه الأمور قف تريث التقط أنفازك تفكر تدبر انظر حولك انظر من فوقك من تحتك آيات تدل على وجودي ووحدانيتي رب البريات وعود إليه فإنه أرحم بعبده من الوالدة بولدها حافظ على بلدك حافظ على وطنك حافظ على تراب الأرض فإن الصحرات لما وقع عليهم ما وقع ما سفكوا الدماء ولا جعلوا تناثر أشلاء ولا اتخذوها للنفس على الإطلاق لكن جعلوها لله رب العالمين ولذلك المصري الأصيل هو المنضبط الذي يحافظ على دينه يحافظ على وطنه يحافظ على هويته المصري الأصيل هو الذي يكون حكيما فقيها فاهما المصري الحبيب هو الذي يحب وطنه ويحبه وطنه وهو الذي يعطي ويأخذ يعطي وطنه ويأخذ من وطنه بحلال ذلك وفي النهاية يتمخد عن ذرية صالحة ترفع شعار الوطن ولا تبخسه على الإطلاق إني لن أطيل في هذا الأمر كثيرا وحسبي أن أختم بقول الإمام الفزاري وينطق البعض لواتج الدين الفزاري رحمة الله الله علي إن من أقام في مصر سنة إن من أقام في مصر سنة وجد في أخلاقه رقة وحسنة تعود سنة زمان كالليجي في مصر ويعود سنة إلى آخره وبعت حلوة وفهرئة وبعت عنده كل حسن في الأسلوب في العبارة ومش كده وباس الأخلاق نفسها بعت حسنة وحسنة بالواتي مش عايشين في كلامنا الآن لا ريب لا ريب بمعنى أن كل قاعدة لها شذوذ ثانيا أن كل وقت له فلتات وأن الجواد يكبو وأن الحكيم يهفو لكن يعود ولذلك إن ظهر ذلك من بعض أبناء الوطن فإن رباطة الجأش تعود وإن الحق يعود وإن الإنفلات يزول وإن الثبات يكون بإذن الله جل وعلا وسنرى من المصريين أخلاقا وحسنا وإلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبك أحبك مصر من قلبي ومن روحي ووجداني حماك الله يا بلدي وأعلى شأن أوطاني اشتركوا في القناة